الفوفينام فيادفودا وفقرة حدث الأسبوع إلى فقرة تحت المجهر التي سنسلط فيها الضوء على قصة أحد أبطال الفن نبيل الذي صارع وتحدى كل الظروف لبلوغ العالمية تخلى عن دراسته لتحقيق أحلامه في رياضة الفن النبيل إلياس عبادي واحد من أبطال الجزائر في الملاكمة تحدى كل الظروف طمعا في عيش حياة الأبطال لكنه لم يدري أنه سيصطدم بواقع الرياضة الجزائرية المرة دون إطالة نتابع في هذا الروبرتاج قصة إلياس عبادي في هذه القاعة الصغيرة المهترئة يعكف أحد الأبطال العالميين في رياضة الملاكمة يوميا للتمرن ومواصلة التألق والعمل باجتهاد إلياس عبادي 26 سنة ابن مدينة شفا بالبوليدة اختار ارتداء قفاز الفن النبيل في سن مبكرة على مواصلة الدراسة طمعا منه في تحسين ولو الشيء القليل من وضعيته الاجتماعية الصعبة معكم الملاكمة إلياس عبادي ملاكمة في الفريق الوطني يعني من ولاية البوليدة عمري حاليا 20 سنة حققنا إنجازات الحمد لله يعني قارية وطنية قارية وعالمية الحمد لله وإن شاء الله مزيدنا إن شاء الله من أسجح موهبة من عند الله سبحانه وتعالى وكتمددها يعني صغير ونا في عمر صغير بتعالى أجد سيزون وإن كانت أنا بيتها في هذه القاعة والحمد لله يعني كانت بداية عاملنا حتى اليوم من هذا المزان اللعنة في بلدية تشافة وليت البوليدة مشوار لا يخلو من رائحة الأبطال كلا لا مجهودة كبيرة للياس عبادي رغم قلة الإمكانيات وصعوبة الوضع لكن يأتي الزمن بما لم يتوقعه العقل ولم يكن في الحسبان إهمال ولا مبالاة من طرف المسؤولين رغم أن الملاكمة الذي مثل الجزائر في أولمبياد لندن وريو دي جانيرو وكان من بين الأحسن بل وتوجى بالذهب في بطولة البحر الأبيض المتوسط أخفى لك نحن نعرف كشاب جزائري وضعية اجتماعية كانت صعبة لكتعيشها شوية وفي الدراسة كنت تلميذ متفوق ورياضة كان ثانية كنا متفوقين فيهم ولكن كان من الحق المرحلة وكان لازم علي أن أخير رياضة أو الدراسة وكان بسبب رضية اجتماعية كان لازم علي أن أخير رياضة وليومين مندم على الدراسة لأنه رغم كل شيء كنت متفوق في الدراسة ولكن الرياضة كانت سبب في التوقف عن الدراسة ونحن رغم لدينا مطالبة بسيطة وأن العموة خاصة يعرفها يعني تكون ملاكة ما تردليت يعني في النخبة ونرن نطلبه غير مناصب عمل مناصب عمل ومحقق يعني ما متحقتش واقع مر استدم به لياس عبادي بعد مشوار جعله من رياضية النخبة فبالرغم من كل المجهودات المبذولة إلا أنه لم ينال ما يريدوها فعمل بسيط على سبيل المثال يسد به حاجيتها بات حلما من أحلامها رحت الدي جياز قدرت مع قلت ميسيو الدي جياز يعني بطال واني شو مدرنا حال يعني يعني بطالنا في ولاية قال لي ودي شوف لك يعني بوسعات رضايو وهاديك أوبي طروة يعني كما نقول إحنا يا 16 مئات خصم مليون وستمائة مليون وستمائة مليون وستمائة لشهر يعني قلت له ما عليش نعمل سيدي أراح نخدمها ومش نتكبرش على خدمها نار مالك شوف في الضوصية قال لك يودي شوف لازم لك باك لازم لك ترمينار ولازم لك إكسبريونس عامين خبرة عامين دوكثة يعني شوف شوف المستوى شوف اللي مين راني يعني ليش راني متأثر ونعل تحقيق الأحلام بالنسبة لعبادي أصعب من الوصول إلى العالمية بالنسبة للمسؤولين سواء المحليين أو حتى من وزارة الشباب والرياضة فالوعود المستمر والمتواصلة أرهقت بطل الجزائر بسبب كثرتها وعدم الوفاء بها حالياً أربع وزارة هنا أبوه هدرنا معهم شخص بشخص وزير بوزير توزير وزير عندما يتكلم يقول لك قضيتك مفرية ومن بعد ما تتفرج وش تزيد يعني كما نقوله تأمن وش تزيد وضعياً ستكون حتى نقول لك هدرنا معه جيار لما كان وحفظنا النتائج معه هدرنا معه هدرنا معه ولده واسمه هدرنا معه تهمي وقدرنا النتائج ومعد ثاني وراح هدرنا معه وده عليه نفس الشيء قضيتك مفرية معه حالياً أربع وزير يعني حطاب ليصل به الأمر إلى التفكير في الاعتزال في أعز شبابه فظروفه الصعبة دفعته لتطليق القفة زيناء رغم تألقيها رأني مرغم باش نالاعتزال يعني رأني مرغم باش نحتازن أنا وهذا الاعتزال رأني خايف منه في حاجة أنه اليوم رأني خايف نكون قدوة سلبية عوض ما تكون قدوة إيجابية للناس وللشباب يعني الحاجة لأني خايفها أني نكون قدوة سلبية قدوة الإمبادة عن قريب عندي إمكانيات عندي أهداف عندي طموحات أني أحب أن نحققها ولكن الوضع لي يرامني فيه حاليا أني نقول أنا عودة أني ممكن راح نحتازل الرياضة في أي وقت يقول نحن قدوة ، حدنا نتائج من دوليين حققنا نتائج الفريق الوطني حققنا نتائج لولياتنا والبلدنا بكامل أبسط حقوق أعطيت نتائج أفريقية أعربية وأعطيت بها الأولمبياد أولمبياد درت مشاركتي في أولمبياد ميدالية ذهبية في العب حربيض متوسط أنا أقول لك حاليا قادر أن ندير مكثر قلت لك أن هذه الوضع هذه الوضع التي أعيش فيها وإن أنه يعني عندنا مطالب عندنا منصب عامل أنا دي شومير أنا بالطالب للأسف ليتعدى الأمر ذلك ويصل به الحال إلى التفكير في الهجرة في واقع يلخص كل ما تعاني منه المواهب والشباب في الجزائر والله غير خممت باشلنا أنه نرح من الجزائر للأسف أنا اليوم أنا ما أخبيش عليك نحضرها هي واقع اليوم أنا راني نشوفها وكأنه اليوم جزائر أنا نتأسف على هذه ويالك كما أقولها ولكن يعني كأنه اليوم بلادنا بلادي وكما كشو الله هي تخرجش فينا من الوطن لأنه تكون يعني يقول لك من حسب الجمعة غير ليكوا هذا هنا يعني تأثر تأثر يعني هذا اللي يقول لك ثاني كيفاش ما تخليكش تحتازل يا حنبابا نحتازل ونهاجف تحتازل وشعبا نقول لك يعني قلت لك أنا هنا كانون جزائر يقول لنا خرجوا نتأسف والله غير نتأسف على الوضيح أنا يسمحوا لي الناس يعني اللي عندهم غيرها على الوطن كما أنا أنا نحب الوطن تحي حب تزير في النخاء لتبقى الصور المعلقة على جدران قاعة الملكمة التي يتدرب فيها عبادي من بين أحسن الذكريات التي لن تمحى من ذاكرتها وحتى من ذاكرتي محبي بطل الملكمة هذه إجرات فانية في وليت غردايا لنحييهم بالمناسبة نحيي وليت غيردايا ونصار دايا كامل جمع الموقع ونصار دايا هم اللي قاموا باستضافة هذه المنازلة إن شاء الله عدنا أحداث الحقها إن شاء الله في الاحتراف لما لا نكونوا أبطال عالميين يعني رغم عدنا كل إمكانيات ملا وين هذه اليس؟ هذه كانت بطلة عالم نصف محترفة كانت ضد المنتخب الألماني وإن هنا كما تظهر الصورات فوقت عليه وكانت ملاكم منتخب ألماني مكنسة هذه بطلة عالم وكانت هنا منازلة قوية هذا هو بطل أوروبا كانت منازلة قوية وصدعت الحمد لله تفوز عليها بطل أوروبا أكيد لكن عدة ملاكمين يسمى بوكسيتوم كانوا ملاكمين أقوية خاصة من دول معروفة وانستطعنا تفوق عليهم يعني هو إنجاز الحمد لله كيف تحسن تابقا كيف ترى إنجازك؟ الحمد لله يسمى إنجاز نفتخر بيانايا وأيضا ما مثل الشابة من يجول هنا ينطرين ويشوف هكتايا ويشوف هكذا تصاور يكون عندهم آمل ويقول لك نقدره نوصل أمل لأسعب بدي معلقة على الوزير الحالي محمد حطاب لتلبية بعض من متطلباتها وحاجيتها محمد حطاب ويشوف أبدال كان سباق وجلهم هنا بلدية ويشوف ألعب بلدية ويشوف ألي وقلت له يشوف راني راني نتائج لي حكيت له وقلت له ويشوف راني راح نحبس ويشوف راني وقلت له رمز من رموز الرياضة الجزائرية وأحد أعلامها وأبطالها بأخلاقه وانضبطه وتتويجاتها سواء في تدريبات أو حتى على حلبات الملكماء يناشد السلطات بقليل من الاهتمام لتحقيق المزيد من البطولات في عالم تعشقه كل المجتمعات في العالم لكن إلى متى سيتواصل التهميش واللا مبالات لإلياس عبدي وأمثاله من المواهب في الجزائر الولد والولدنا نتمنىهم يشوفوا ما يميسهم إن شاء الله عربي يسمح لي ونكذبع لي قل لهم رأني مليح ونهائل وحاجة ما خصتني وكذا إن شاء الله يسمح لي عربي إن شاء الله نتمنىهم يشوفوا هذا هذا ترجمة نانسي قنقر